موسيقى اهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه الدقائق الاخبارية والبداية من محافظة مأرب حيث شهد نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأربا لو سلطان العرادة حفل تخرج ثلاث دورات تخصصية عقدها المركز التدريبي العام للشرطة بالمحافظة لعدد من الضباط والأفراد من كافة الوحدات الأمنية وأكد العرادة في كلمته على أهمية عقد مثل هذه الدورات التخصصية والنوعية التي تسهم في تطوير لجهزة الأمنية وتحسين أدائها وتعزيز مهارات منتسبيها ويكسابهم أحدث المعارف النظرية والتدريبات العملية بما يمكنهم من أداء واجباتهم الأمنية بمهنية واقتدار وتحقيق الرؤية العامة لجهزة الشرطة وأشار نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي سلطان العرادة إلى أهمية استمرار التدريب التخصصي والتأهيل النوعي لكافة منتسبي لجهزة الأمنية والشرطية بكافة تشكيلاتها لضمان بناء مؤسسة أمنية قوية ومحترفة يمكن الاعتماد عليها في حفظ الأمن والاستقرار وحماية الأرواح والممتلكات وفرض سيادة القانون وأعرب اللواء سلطان العرادة عن شكره لكافة أبطال القوات المسلحة والأمن ورجال المقاومة الشعبية البواسل على ما يقدمونه من تضحيات عظيمة في سبيل الدفاع عن الوطن وحماية أمن المواطنين وممتلكاتهم ومحاربة الجريمة في ربع البلاد دشن المركز اليمني لتأهيل ضحايا الانتهاكات والتعذيب إرادة وأمل اليوم في محافظة مأرب توزيع سيارات كهربائية وكراسي متنوعة واحتياجات للمعاقين ضحايا الحرب والانتهاكات وتهدف هذه المساعدات والمساهمة التي تستهدف 300 مستفيد التخفيف من معاناة ضحايا الحرب والانتهاكات لميليشيا الحوثي الإرهابية الذين تعرضوا لإعاقة حركية جراء الحرب والألغام أو التعذيب في معتقلات الميليشيا الحوثية ضمن مساعي المركز الحثيثة للتخفيف عن معاناة المسادفين والتي طارتهم آثار الحرب الحوثية دشن المركز اليمني لتأهيل ضحايا الانتهاكات والتعذيب إرادة وأمل في محافظة مأرب حملت توزيع مساعدات نوعية تضمنت سيارات كهربائية وكراسي متحركة بأنواع مختلفة نشكر الشيخ جمال المعمري الرئيس المركز اليمني لتأهيل ضحايا الانتهاكات والتعذيب إرادة وأمل ونشكر إخواننا الجرحى الذين حضروا ونشكر كل من ساهم وسعى في عانة الجرحى ذوي الاحتياجات الخاصة الذي تسبب لهم الميليشيات الحوثية الإجرامية بالتعذيب والألغام وضحايا الألغام والحروب والصواري واستهدفت توزيع نحو 300 مستفيد من ضحايا الألغام والتعذيب في السجون الحوثية كخطوة ضمن مساعي المركز الحديثة لدعم هؤلاء الأشخاص الذين يعانون من إعاقة حركية بادرة طيبة نشكره عليها وصراحة هي أمر جبار أو شيء جبار قام به وخطوة جبارة إن شاء الله بالأمام نرجو الاهتمام أكثر وأيضا الوقوف مع الجرحى أعرب القائمون على المركز اليمني لتأهيل ضحايا الانتهاكات عن التزامهم بدعم الضحايا الحربي والأزمات الإنسانية التي أثرت على آلاف من المدنيين الأبرياء هنا في مأرب تعلمون جميعا احتياجات المصابين احتياجات الضحايا احتياجات دول احتياجات الخاصة سواء كانوا من المعاقين بشلل نصفية أو من المعاقين جزئيا وما سببته آلة الإجرام الحوثي بحق هؤلاء نحن نعلم أن هناك معاناة كبيرة وهناك المئات بحاجة إلى الكراسي المتحركة أو إلى الكراسي الكهربائية أتينا بسيارات كهربائية وأتينا بكراسي متنوعة سواء كانت كهربائية أو كانت عادية آلية ستكون بالتنسيط مع اللجان العاملة في هذا المجال هنا في محافظة مأرب وبالتأكيد سيكون هناك الأولوية لمنهم أشدوا احتياجا لهذه الكراسي المتحركة أو للسيارات الكهربائية الحملة تأتي في إطار المسؤولية الإنسانية للمركز وتسعى إلى تقديم يد العون للضحايا الذين باتوا محرومين من مقومات الحياة الكريمة بهدف إعادتهم إلى حياة أكثر كرامة واستقلالية بحث وكيل محافظة مأرب الدكتور عبد الرب ومفتاح مع منسق كتلة المياه والإصحاح البيئي في اليمن فريدريك توسيع التدخلات والمساعدة في مواجهة التحديات الكبيرة التي تواجهها المحافظة في قطاع المياه والإصحاح البيئي وتطرق اللقاء إلى الاحتياجات الكبيرة والمنتزايدة في قطاع المياه والإصحاح البيئي في المحافظة التي تضم أكثر من مئتين وأربعة مخيما للنازحين وبطبيعة صحراوية إلى جانب شح المياه وملوحتها ما يزيد من معاناة السكان والحاجة إلى مياه نقية وصالحة للشرب والاستخدام الآمن وأكد الوكيل بفتاح على أهمية الأخذ بالاعتبار عند إقرارها توزيع المشاريع الإنسانية الكتلة البشرية الكبيرة أغلبهم من ثلاث محافظات تتجاوز النازحين من جانبه أكد فريدريك أن منظمة اليونسيف وكتلة المياه والإصحاح البيئي تعتبر محافظة مأرب من أهم المحاور التي تركز عليها في تدخلاتها خاصة خلال خطة التدخلات للعام القادم وتسعى إلى عمل مناصرة لحشد أكبر قدر ممكن من التمويلات من أجل تنفيذ المشاريع نقش اجتماع برئاسة محافظ المهر محمد علي ياسر أبرز التحديات التي تواجه مشروع تأهيل بعض أقسام مستشفى الغيظة المركزي ووجه المحافظ بن ياسر فريقا فنيا من المختصين بالنزول الميداني إلى مستشفى الغيظة لتقييم الأعمال المنفذة ورفع تقرير تفصيلي بالكميات اللازمة لاستكمال الأعمال المتبقية مؤكدا أن السلطة المحلية ملتزمة بتذليل كافة الصعوبات التي قد تواجه المشروع بما يضمن تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين نظم مكتب الثقافة بمحافظة شبوى محاضرة بعنوان تاريخ وآثار في محافظة شبوى وذلك ضمن فعاليات اليوم الثالث للمهرجان الخامس للتراث والفنون وقدم المحاضرة الدكتور فيصل حسين البعسي مدير مكتب الثقافة بالمحافظة وأستاذ التاريخ والآثار القديمة المساعد جامعة شبوى حيث استهدفت نشرة بكلية التربية عتق الوعي الآثاري والتاريخي في أوساط المجتمع الشبواني وتعزيز روح الانتماء لهذه المحافظة العريقة والانتماء الوطني بشكل عام بما يسهم في حفظ الموروث الثقافي والتعريف به وصلتت المحاضرة الضوء على مآثر الأسلاف المجيدة وآثار وتاريخ المحافظة الضاربة في عمق التاريخ واستعرضت المحاضرة والفترة الزمنية منذ مطلع الألف الأول قبل الميلاد حتى القرن السادس الميلادي وهي الفترة التي شهدت نشوء وازدهار الحضارة العربية الجنوبية قبل الإسلام نظم سكن الرواد الجامعي بمدينة عتقمسية ثقافية شهدت حضورا لافتا من قيادات المحافظة والقطاع التعليمي واشدى الأستاذ ناصر محمد حبتور بالدور الرائد لسكن الرواد في تهيئة بيئة تعليمية محفزة على التمييز كما دع الطلاب إلى مواصلة الاجتهاد والمثابرة لتحقيق أعلى الدرجات مثمنا أو مثنيا على أخلاقهم الرفيعة وتفاعلهم المثمر الذي يعكس نجاح جهود الإدارة في خدمة الطلاب وأعرب الأستاذ ناجي التومة مدير سكن الرواد عن شكره للسلطة المحلية على دعمها المستمر ثمنا جهود الأستاذ أحمد حماد مدير إدارة مشروع دعم الطالب الجامعي في تعزيز مسيرة التعليم وأشهد التومة بروح التعاون والتمييز التي أظهر الطلاب سعيد جدا باتواجدي مع الطلاب السكن الرواد الشبوة وصراحة لاحظت الانضباط لاحظت التمييز فيه لاحظت الثقافة المتقددة أيضا لاحظت الشيء الممتاز جدا أنه من جميع مديريات الشبوة كانت أمسية طبعا ممتازة ورائعة كان فيها الفكاهة وكان فيها القد وكان فيها التمييز فيها حفظ الله طلابنا حفظ الله جميع سكن الرواد ونتمنى لمستقبل زاهر وباهر بدعم وتمويل من مركز الملك سلمان للغاثة والأعمال الإنسانية تسلم مركز المكلة للكلية الصناعية اليوم الدفعة الثالثة لعدد 2683 جلسة استصفاء من محاليل ومستلزمات الاستصفاء الدموي بهدف تعزيز الخدمات المقدمة للمرضى في محافظة حضرموت ضمن مشروع دعم مراكز الغسيل الكلوي بالجمهورية اليمنية بالمحاليل والمستلزمات الطبية المرحلة الثالثة وأعرب الدكتور أحمد باصريح وكيل المحافظة للشئون المالية والإدارية عن شكره لمركز الملك سلمان للغاثة على دعمه المتواصل للقطع الصحي في حضرموت فيما عبر رئيس مركز المكلة للكلية الصناعية الدكتور أحمد العسكري عن تقديره لهذه المساهمة القيمة من مركز الملك سلمان للغاثة التي ستسهم في تعزيز القدرة التشغيلية للمركز ويأتي ذلك في إطار منظومة المشروعات الصحية المتكاملة المقدمة من المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للغاثة من أجل تعزيز خدمات القطاع الصحي في عموم المحافظات اليمنية انتهت دقائقنا الإخبارية في أمان الله اشتركوا في القناة